يستنسخ البرلمان خلافاته طابعاً إياها على جدول أعمال لم تمر فقراته على ممر التشريع تحالف الإصلاح والإعمار المعترض على وزراء من بينهم أحدهم ويقول آخرون إنه مرشح من قبل البناء ذاك الرجل مثل عقبة نحو الوصول إلى أرضية تفاهمية تجمع الأقطاب المتناحرة جلسة هذه اليوم لم تعقد بسبب جمع تواقع من بعض النواب على إضافة فقرة وهي أكمال الكابينة الوزارية بخلاف ما اتفق عليه قبل الجلسة كان هناك اتفاق على ترحيل هذا الموضوع إلى حين حصول اتفاق وطني على تمرير الكابينة الوزارية البناء ذاك البنيان الذي يبدو موحداً ومتكتناً خلف مرشحه لوزارة الداخلية لم يستطع إقناع سائرون بالتخلي عن موقفه المعارض لهم فاضطرت هيئة الرئاسة إلى تأجيل جلسة خلال جدول أعمالها من فقرة استكمال كابينة لكن سائرون وأدت أي فكرة لإقامة واحدة منها تتضمن ولو من باب الاحتمال طرح كابينة بذات الأسماء القديمة تم توقيع أكثر من خمسين عضو على إدخال ما تبقى من الكابينة الوزارية لغرض التصويت عليها عند هذا التوقيع الحقيقة لم يدخل بعض الأعضاء إلى قاعة البرلمان بسبب اعتراضهم على الكابينة الوزارية تسعة أيام يمنحها البرلمان لنفسه من أجل استكمال سلسلة مفاوضات حول وزارات ثماني أربعة منها في أمان من الرفض النيابي والأربعة الأخرى تتأرجح في قارب مذقوب القاع تتسلل إليه مياه الخلافات شيئا فشيئا أقل من عشرة أيام لحسم المناصب المتبقية في حكومة المهدي ينوي البرلمان التخلص منها ليفرغ نفسه لموازنة لا يتوقع أن تكون أسهل من تشكيل الحكومة من ناحية الخلافات على الأقل سرمت فاضل رشيد